لماذا في تفسير العاديات نأخذ بقول ابن عباس ولا قول علي كيف يعني هل أنت سمعتنا نقول لازم نأخذ بكلام ابن عباس والثبت السند إلى ابن عباس والثبت السند إلى علي وما قول ابن عباس وما قول علي لأنك تفسير العاديات الشيء الذي يعد يجري فهذا يطلق على الخيول التي تعد في الحروب والعاديات ضبحة تجري في الحروب فتوري الشرر توري النار بالتطام حوافرها بالأحجار وقيل والعاديات ضبحة ضبحا تنهج فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة تغير على دوء في الصباح فمن العلماء من قال هي الخيول ومن العلماء من قال هي الإبل في أحسن أحوالها وتلك الإبل الدافعة من مزدلفة إلى منا يوم الحج في مشهد مهيب تحمل الحجيج والحجيج فوقه يكبرون ويلبون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مشهد مهيب فمن الأولى من حمل العاديات على الخيول هم الأكثرون ومنهم من حملها على الإبل ولا تعارض فهذا يشمل عاديات وإن كان في هذا الباب الأولى تفسير العاديات بالخيول العاديات وبالله التوفيق